بأسعار الذهب المحلية في أقليم كردستان اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 662 ألف دينار عراقي أما سعر الذهب مثقال الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 580 ألف دينار عراقي أما مثقال الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 497 ألف دينار عراقي أما أسعار الذهب العالمي أستقرت اليوم خلال التعاملات الآسيوية المبكرة لتبقى قرب مستويات تاريخية مرتفعة وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة قد ارتفعت المعاملات الفورية صفر بنسبة 0.2% ليصل إلى 2661 دولار و25 سنة أما العقود الآجلة الأمريكية فقد وصل إلى 2684 دولار و50 سنة أما أسعار النفط المحلية والعالمية قد ارتفعت اليوم خام البصرة المحلية خام البصرة الثقيل بنسبة 71 سنة ليصل سعر البرميل الواحد إلى 70 دولار وثمانية سنتات أما أسعار خام البصرة المتوسط ارتفعت أيضا اليوم بمقدار 71 سنة ليصل سعر البرميل الواحد إلى 73 دولار وثمانية سنتات أما أسعار النفط العالمية انخفضت اليوم قليلا فقد وصل خام برينت بنسبة 2 دولارين و29 سنتا أما ليصل إلى 71 دولار و72 سنتا أما خام غرب تكساس الوسط الأمريكي انخفض أيضا اليوم بنسبة 2.35 دولارين و35 سنتا ليصل سعر البرميل الواحد إلى 68 دولار و7 سنتات أما أسعار خام أوبك كانت في آخر جلسة له مرتفعا بنسبة 91 سنتا ليصل سعر البرميل الواحد إلى 75 دولار و12 سنتا بهكذا قد انتهينا من أسعار الذهب والنفط العالمية والمحلية